اشتركوا في القناة وهدف واضع الاختبار فقد يكون الاختبار لقياس مجرد الاستعداد اللغوي عند هذا الدارس وهل عنده ملكات تمكنه من تعلم اللغة او لا وهذا الاختبار يدخله من ينافس على مجالات التخصص في هذه اللغة ودراسة هذه اللغة هناك نوع اخر من الاختبار وهو اختبار التصنيف هذا تفعله المعاهد والمراكز اذا تقدم لها عدد من الدارسين تجري لهم اختبارا تصنيفيا بحيث يعزل الاقوياء ويضعهم في مستوى معين والمتوسطين في مستوى معين والاقل في مستوى مبتدئ وهذا الاختبار الحقيقي مهم جدا لان التعليم اللغوي يشترط فيه ان يكون الفصل متجانسا في مستواه اللغوي الى درجة كبيرة وهذا الاختبار التصنيف يسعى الى حل هذه المشكلة ليضع كل طالب مع ما منهم في مستواه اللغوي الى درجة كبيرة هناك اختبار اخر يسمى اختبار التحصيل هذا الحقيقة يكون عادة بعد نهاية وحدة من الوحدات بعد نهاية كتاب من الكتب بعد نهاية فصل من الفصول يختبر الطلاب والطالبات فيما حصلوا في هذا الكتاب او في هذه الوحدة او في هذا الفصل الفصل فهو تقييم لما حصلوا عليه من لغة في هذا الشيء المعين في هذا الكتاب المعين او في هذا الفصل المعين او في هذه الوحدة المعينة فتعين المعلمة والطالبة على الاجتمرار ان كانت النتائج جيدة وعلى العودة من جديد ان كان هذا التقييم يحتاج الى تقويم هناك اختبار الحقيقة للتشخيص ويختلف عن ما قبله وهو الذي يسعى الى ان يشخص ويحدد مواطن القوة ومواطن الضعف لدى الدارسين او الدارسات ليتلافى مواطن الضعف ويزيد من مواطن القوة الحقيقة هناك اختبارات او اختبار الكفاية اللغوية وهو قريب من التصنيف ولكنه اعلى منه هو يقيس ما حصله الدارس او الدارسة او المتقدم او المتقدمة من اللغة في حياته كلها ليست في فصل او في كتاب معين انما يقيس اللغة العامة لديه الحقيقة هذا الاختبار وهو اختبار الكفاية تلجأ اليه كثير من المؤسسات والجامعات التي تشترط درجة معينة لحصول الدارس عليها في لغة معينة ليواصل الدراسة في تلك اللغة في اللغة الانجليزية هناك التوفل في اللغة العربية هناك ضعف شديد ولكن مركز قياس عمل كثيرا في هذا الميدان ولا زالت تجربته لم تعمم ولم يؤخذ بها كثيرا يشفنا ان نقول ان كثيرا من المهتمين بالتعليم العربي وان كثيرا من الشركات ليست حريصة على قياس المستوى اللغوي في المستوى المتقدم في اللغة العربية ومن ثم اذا قلت حاجتهم الى هذا سيكون من يسعى الى مثل هذه الاختبارات يشعر بان مجال تطبيق هذا ليس ملحا ولكن الجامعات والمعاهد في كثير من اوطان العالم العربي والاسلامي تسعى الى ذلك وتريد ذلك الحقيقة هذه كانت انواع الاختبارات من حيث الهدف منها وما هدف من يضع هذا الاختبار يحدد ايضا النوع الذي يحقق هدفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة